الحيوان المجاري ده عبارة عن تلقيح البويضة بالحيوان المنوي بس بيبقى خارج جسم السيدة وشاكده بيسموه حاجة اسمه in vitro fertilization اللي هو التخصيب خارج الجسم بناخد حيوان المنوي من الزوج طبعا بعد بروتوكول معين وحقا معينة ونظام معين لغاية ما بنسحب بويضات من السيدة سحب البويضات ده بيبقى طبعا ببنك طبعا بناخد البويضات مع الحيوان المنوي طبعا فيه دكتور متخصص أجنة بيبتدي يحقن الحيوان كل بويضة لها حيوان منوعة يتحقن داخل السيتو حاجة اسمه السيتو بلاس بتاع البويضة وبتتساب في حضانة من ثلاثة لخمس هياه وبعد كده بننهل بقت جنيين بننهل اللاجنة من الحضانة بناخدها في نفس وننقلها لرحم داخل رحم ده بقى بينج بارد يا دكتور زي سحب البويضات لا النقل مش بيحتاج بينج مش محتاج